يعني وانت شايف التشكيلة اللي كانت موجودة وشايف اللعيبة الصفقات الجديدة كمين اللي ممكن يلعب من الصفقات الجديدة؟ هو بصي انا مش هعلق على حتة الموديل الفني في النقطة دي بالذات بس انا هقول ان هو تثبيت التشكيل لعنصر مهم لأي مدير الفني عايز يكسب بطولة مش بصرف النظر عن ان انت تلعب بالصفقات الجديدة وتدخلها وتحرقها في ماشي زي ده خصوة ماشي اصلا صعب بتثبت التشكيل وفي تناغم ما بين اللعيبة موجود واحنا شوفنا دوت انا كنت نفسي اشوف من جوزي جومز ظاهير ايصر جديد يقدمه حتى لو لعيب صغير في الماتشاط دي هي اللي فعلا انت بتقدم فيها لعيبة كبيرة طيب بيرامتز تعادل امبارح شفت المباراة ازاي انا عايز اقولك ان بيرامتز اصلا اتخطف في الجون اللي دخل فيه وجون الشيبي يجون في نفسه يعني اون جون فانت عندك ده اتخطف انا كنت متوقع ان بيرامتز ينزل مع الجيش الرواندي ده ياكله ثلاثة اربعة خصوصة انت بتلعب بالليل تحت الاضواء والاجواء كانت حلوة والجواء على فكرة في افريقيا بالنهار غير بالليل الاجواء مختلفة جدا واجواء كورة كويسة كمان يعني تساعدك ان انت تتقلق فرقة بيرامز فرقة كبيرة فعلا وعندها سكواد عالي جدا وكلهم لعبة كورة يعني حتى الاختيارات الجهاز الفني للعبة اللي موجودة في الملعب لعبة عندها كورة بتلعب كورة مش بتجري بس كلهم كورة الهدف ده اربك حسابتهم هو وبرضو يعني عايز اقولك فينوس مايلي دوت المهاجم الكونغولي البرامز كان بنفس السنة الفاتت على هدف الدوري مع وسامة ابو علي يعني كان ركب هدفين الدوري من بداية السيزون لحد ما الاهل اتعاقد مع وسامة ابو علي بين الدورين عايز اقولك ان هو اصلا يعني هو ضايع فرص كان ممكن بيرامز يرجع كسبين بس انا عايز اقولك ان النتيجة دي نتيجة ايجابية ومهمة جدا لبرامز لان بيرامز خبراته الافريقية في دور الابطال غير خبراته اللي كانت في الكونفدرالية غير خبراته اللي في الدور المصري بس هو لأ النتيجة دي نتيجة مرضية جدا جدا من نسبة لبرامز خصوان انت بتلعب بره ارضك طيب الشي بمبارح كان حيجيب جون في الاول ومتوفقش بس هو ما بطلش وما فقدش بدأ احنا تدينا بقى نقدر يبقى عينة على كام لعيب كده في بيرامز نقول احنا بيرامز دايما عنده لعيبة ودايما عنده صفقات كويسة جدا بس فيه حاجة بتبقى نقص الفرقة مش عارفة مش مش هبكين على بعض ليه مش عارفين يطبعوا على بعض ليه فيه مشكلة بنلاقيها كل حاجة ماشي بالورقة والقلم صح لكن يجي على الارض بنلاقي فيه حاجة مش مش بلاقي حينة وحنا متفرق هي ازمة بيرامز في المنافسة على البطولات هي ازمة وحيدة جدا ازمة وحيدة بس انه هو فريق بلا جمهور فهو ما فيش اي ضغوط على اللعيبة اللعيبة يعني هي بتاخد اعلى رواتب موجودة في الدولة المصري واعلى رواتب موجودة في كارات افريقا كمان انا عايز اقول ان فيه لعيبة كتير جدا في بيرامز لحد اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي بتقبض عقدها السنوي بالدولار ما بتقبضش بالمصري اصلا فيه شو بقى الدولار ممكن يوصل لفين فهو ما عندهمش ضغوط وما عندهمش جمهور يقدر يبقى وراهم ويخوفهم لا ده حاجة طبعا صعبة في الكورة ان انت اللعب له طموح ما هو فيش حد بيحسبه الادارة في الاول والاخر هو بيرامز الناس بتتكلم ان انا اوصل وصيف دوري فده انجاز كبير لفريق لسه يعني من 2018 في الدوري ممتاز ده بقى له 6 سنين فانت بتاخد وصيف دوري مرتين وبتلعب دوري ابطال وبتوصل نهاية كونفدرالية فده انجاز بالنسبة للتاريخ نادي بيرامز بس بالنسبة للسكواد والفلوس المصروفة على الفرقة دي كلها يعني حجم الميزانية الضخمة جدا في بيرامز لا اوكل لازم يبقى يعني بيلعب نهاية دور ابطال لازم يكون بيلعب مثلا عايز اقولك لحد اخر مارش في الدوري يكون بينافس على بطولة الدوري العام هو غياب الجمهور انه فريق بلا طموح طموحه ضعيف بالنسبة عنش ما عندوش جمهور زي الاهل والزمالك بيخوف اللعيبة او باللعيبة بتعمل له حساب او اللعيبة تبقى خايفة تخسر بس انا على فجأة عايز ارد على حضرك في جزئية محمد الشيبي بالذات محمد الشيبي ده احسن بقرات موجود في الدوري المصري السنة اللي فاتت هو بس عنده بطلق بس هو هو لعيب عالي جدا 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 وكرته عالية رغم انه هو كبير في السن يعني من صغير معادي 30 سنة بس هو بيقدم مستوات عالية جدا جدا وده بس هو سوق حظ منه